بسم الله والحمد لله والله الاكبر ولا حول ولا قوة الا بي سبحانه وتعالى ومن رحمة الله نذكر الاية الرابعة الا لستنا دائما ربي يحدثنا نسكرش باب نجوه المفؤول به خلينا دائما فرصة للنجوء اليه حتى يردونه وحتى يخرجوا من برثقة غضب وألم عقاب الا الذين عهدتوا من المشركين من المشركين سبق هذا الاعلام الا الذين عهدتوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا وما ذركوا بي شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وما خلو لم ينقص عليكم سرا مع عدائكم اللي في الجحل اللي فعلا يوريه كان العداوة وكمام العداوة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسؤال والرعين الاول الذين فدووا بأرواحهم حقا يعني بدون انفاق بدون تلف من المشركين الا الذين عهدتوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم قال لي اتبقتوا عليه مشوا علي ستانوا وزموا كيفو بريمو اتبقتوا اتبقتوا قل انا بيننا و بينكم منا مدى من لا حرب اللحرب لا حرب لا مش حرب إذا كانت فكنا معكم اللحرب انا مجمع بريد لنغاجي فور للا في اتبقتوا 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 لا يهدون مجرور تشاهدين محكمة ومن شابة اما أنتم من قبل وما أنتم هناك ومن يمكن؟ أصلاً قد أعطي أنه الإسرائي أنت لن تخبع لأنك محبرة أنتم خوضة أنتم أصلاً كثيراً فإيصد شابت فإن بعض يجب يجب أن يجعلون فرصبه وكذلك يجعلون من قبل الغد فقناعين لكي سترحب على خطة يجعلونك لكي سترحبوا في الساعة وكذلك وفقناع طبعاً قد يجعلونك أنتدا المترجم للقناة